عدد من البرلمانيين الآن المسؤولين السياسيين متابعين بتهم فساد وتتناسل هذه المتابعات وكل مرة كنشوفوا اسم واش تعتقد سلام الناجي بأنه هذه مؤشرات على إرادة حقيقية وبداية صفحة جديدة فعلا لمكافحة الفساد في بلادنا إلا ما كانش انتقائية عدد ديال البرلمانيين المتابعين ومنهم مثلا اعتقد المثال بالناس المعروفين سعيد ناصري والبعيوي اللي كانوا في حد الشبكة ديالتجار المختارات شبكة دولية للتجار المختارات هاد الناس كيفاش تستمروا لهاد السنوات كاملة وقالك الأمن المتابعون من 2014 وكيتسنت لهم من 2016 ل2017 من 2016 وتمكت تسنتوا لهم كيتسنتوا بمختارات داخل المغرب إذا هاد الناس كيفاش كيدخلوها دلاث روك كيتعونوا معهم داركيين أمنيين كيتعونوا معهم ناس في المجاليس ديالجهات ديالمقطاعات ديالعبالات كيتعونوا معهم تجار خرين دلمختارات كي وزعوا لهم كمي سائقين ديال الشاحنات بوليس اللي كخلي الشاحنات دوس بتليفونات النصر كان كعيط لهادك المالي اسكوبرس حالدك المالي في الحبس كون كيدوز ليوم المكلامة موطفين ديال السجن خلو عارفين كعيط ليش حد في تليفون أو لا تليفون منوع تخيل السجن كيفاش هذا كان كعيط له لذلك عدد المتابعات كبير وفيها ضرقين وأمنيين لا السؤال يلي واش هذا بنسبتي إليك مؤشر كافي على إرادة على صفحة جديدة أنا أنا جوب لك تنقول إلا ما كانش انتقائية إلا شدو الشبكة كاملة ما يمكنش شد غير جوش ديال الرئيس كبار وتقولوا نحنا سنحارب والفسد في المغريب هذه صفحة جديدة إلا ما كانش انتقائية في المتابعات يتابع الكل وحتى لك إنشارات كبيرة في أمني داركي في شيء عمالة في شيء ولاية وولاة عمال صيق الخبار خصوم يتابعون ثم أكثر من المتابعة بصادرات الأموال وهذوك الأموال تحطو مثلا سعيد النصري كان رئيس مجلس رئيس مجلس العمالة تحطو في الميزانية العمالة فلوسه في المثال تقدبها الدار البيضاء رجا والي جديد يقدر يقدر يقدب دوك الفلوس الدار البيضاء خاص مصادرة دوك الأموال أنا نقول لك شنا يا الرسالة الرسالة هي خاص محاسبة ومصادرة الأموال وبعد المرات خاص المنع من خروج من المغرب وبعد المرات خاص السجن مثلا بحل قال هذا وهبي شنو قال لهم وهبي قال لهم أنه ماشي بالضروري تسجنوا يدخلوا للحبس ولكن يكون موقف تنفيذ ويدرهم البراصلي ويصادروا أموالهم يعني أنت لسترقتي فلوس ميزانية ووزارة يجبوا مصادرة تلك الأموال ويدرلك البراصلي طيب الآن فبما أننا كينا انتقائية وبقي نخدمين بغضبات وبقي اللي مشاك يرجع بدون محاسبة وبنوص الدرس أموال ما نقدرش نهضر على صفحة جديدة ومتنساوش تابنوا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر